موسيقى موسيقى هو نداء للشعوب العربية للمضي نحو مستقبلها هو محاولة لتجاوز أثام الأنظمة المستبدة والثورات المضادة هو تحليق في فضاء بديل يتجاوز فكرة أن الديمقراطية والحريات لا يصلحان للعرب موسيقى أهلا بكم عرب المستقبل بين مشروع حالم وحلم مشروع تنتهي فعاليات مؤتمر عرب المستقبل من أمة رعاية إلى أمة مواطنين والذي نظمه المجلس العربي بنداء توجه إلى الشعوب العربية لتجاوز حالة السباة والبحث عن معالم رؤية جديدة لعرب المستقبل لتجاوز مرحلة الاستبداد الذي قيد حركته ونموها وحرياتها وكرس فيها نماذج الظلم والعنف والانتهازية والنفاق والتزوير المؤتمر هو محاولة لصياغة مفهوم جديد وموحد للمواطنة ونداء للشعوب العربية للتجمع حول مشروع مشترك يكفل تحقيقه خروج الأمة من الكابوس الذي تعيشه ويكفل حق الأجيال القادمة في الوجود وفي العيش الكريم وفي المكانة بين الأمم الصانعة للمستقبل والرهان على الانتقال على الأمد القريب من وضع شعوب الرعاية التي تعيش في كنف النظام الاستبداد الفاسد إلى وضع شعوب المواطنين وتعرف بأنها شعوب مستقلة سيدة ثرواتها وسيدة قرارها من بلدان عربية مختلفة اندلعت فيها ثورة ربيع لم يكتمل أتوا إلى تركيا البلد النصير للشعوب لإقامة مؤتمرهم العربي بعد أن عقدت عليهم العنظمة الانقلابية المستبدة العيش الحر فضلا عن ترديد أغنية الحرية أو ترنمات المواطنة وطوال يومين اجتمعت ثلث من ثوار الربيع العربي في مؤتمر عربي المستقبل بهدف مساعدة أنفسهم وأبناء بلدانهم للانتقال من كونهم أمة رعاية إلى أمة مواطنين في سرديات جديدة تتجاوز ضيق الهويات الإيدلوجية والمحلية إلى رحابة المواطنة التي لا تنفي تلك الهويات بل تحتويها في أطر قانونية تمنح السيادة لكل مواطن بصفته فردا مساويا لكل المواطنين في دولة تعبر عن الكل لصالح الجميع المشاركون في مؤتمر اسطنبول وهم يخططون للمستقبل كانوا يدركون حجم التعقيدات التي تواجه فكرة التفكير ببناء دولة تعبر عن كونهم عرب المستقبل ولذا بدت نقاشاتهم ممتزجة بألم حاضرهم المسروق من أنظمة الاستبداد وأمل آتم من موجة ربيع ثانية في الجزائر والسودان يطمح المشاركون كما هو نداؤهم الموجه للأمة إلى بناء نظام سياسي تصبح السلطة فيه وظيفة مجتمعية يمنحها ويمنعها شعب حر ودولة تدير التعدديات العرقية والدينية والسياسية في إطار تنموي وطني كما أمل المؤتمر تكوين اتحاد عربي يحاذي نموذج الاتحاد الأوروبي هل يمكن لهذا المؤتمر أن ينجح في تأسيس مقدمة لحلم عرب المستقبل؟ وهل ينجح المشاركون بصياغة رؤية عملية لمستقبل تكون فيه دولة حقا دولة مواطنين لا رعاية لنظام ولا أتباع لحاكم؟ لا يمكن الإجابة بنعم أو لا لكن تجارب التاريخ القريب والبعيد تقول إن إرادة الشعوب يمكن أن تنجح إذا ما وجدت نخب جادة وصادقة الأيام القادمة كفيلة بالإجابة إذن مشاهدين الكرام أرحب بكم وأرحب بضيفي هنا في السيديو الأستاذ عماد البناني عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الليبي وكذلك الأستاذ سيهانبادي وزيرة المرأة التونسية سابقا مرحبا بكم أهلا وسهلا إذن لو بدأت معك أستاذ عماد بكيف تنظر إلى هذا المؤتمر إلى دوافعه وهل جاء فعلا كاستجابة لضرورة وطنية ومصلحة شعبية ملحة؟ المؤتمر خطوة أولا أرحب وأشكر على هذه الدعوة الطيبة وأدعو لكم بالتوفيق المؤتمر في لحظة تاريخية صعبة يعني تمثل حالة من الامتكاسة لمعظم ثورات الربيع العربي والمؤتمر يحاول أن يوجد حلول لهذه الحالة من الخروج منها وإيجاد بعض المشاريع والأفكار ونعتبر أنها هي خطوة جيدة في الطريق لا بأس بها إذن أنت دكتورة ماري نتصور أنه شعوبنا تعيش لحظة فارقة يعني منذ الربيع العربي ونسائمه التي هبت على تونس وذهبت رياحة لتشمل المنطقة المجاورة فقط الآن ونحن بعد بزعة سنوات من هذه الثورات وهذا الحرك الشعبي نعيش مرة أخرى جاء هذا المؤتمر في وقت اللي تعيش فيه بلدان مثل الجزائر والسودان حراك أيضا نتمنى له النجاح وهبة شعبية في وقت هام جدا تزامنا مع هذا المؤتمر ومما يعطينا دفع جديد ونفس جديد ثوري بعد أن حاولت قواء الردة والثورة المضادة والمتآمرين على هذه الثورات وانتفاضة الشعوب في الداخل والخارج بعد أن ظنت أن هذا لهيب الثورة وأن هذه الشرارة قد انطفأت من جديد تؤكد لنا الجزائر والسودان أن هذا الحراك الشعبي مستمر إن شاء الله حتى يعمى خير الديمقراطية على كل أرجاء الوطن العربي إن شاء الله إذن أستاذ عماد عرب المستقبل يعني ربما يتساءل البعض ما دلالة هذا المصطلح كيف يمكن قراءته المصطلح مصطلح له دلالة بوروثة تاريخية ولها محاولات تجديدية لإعادة تعريف المصطلح سواء مصطلح من هي الأمة العربية وأيضا من حيث الهوية ومن حيث المشروع من حيث الهوية لأن الموروث في الحقيقة فيه جوانب لبأس إيجابية متعلقة بالمعاني الموروثة المرتبطة بالروابط الثقافية والعرقية وما إلى ذلك ولكن أيضا فيه جوانب سلبية متعلقة طرحت في ورش عمل في هذا المؤتمر متعلقة بهذا الوعاء قدرة هذا الوعاء على أن يتحمل في داخله المكونات المختلفة والأفكار المختلفة في خضم المتغيرات كبيرة في هذا العالم ولذلك كان فيه إحساس عام بأن المصطلح يحتاج إلى مراجعة وقد تم تناول هذا الموضوع بمراجعة المصطلح واتفق على أن يصير تخفيف للمصطلح من حيث الثقل الموروث أو بمعنى آخر لا يرتبط تخليصه من الموروثات الثقيلة مثل الارتباط العرقي والموروث الثقافي وربط بمعاني الحداثة المتعلقة بالدولة الحديثة والمواطنة كوعاء يجمع كل الاتجاهات والأفكار والأعراق والملل والنحل والحقيقة ووعاءنا العربي فيه كل هذه المتغيرات وكل هذه التنوعات إذن الدكتورة هناك من يتساءل ما دلالة توقيت حصول المؤتمر في هذه المرحلة هل تجد أن هناك دلالة معينة؟ هي دلالة لم يبرمج لها مسبقا وجاء في وقت أكيد أن هذا الحرك الشعبي الموجود تزامن ولكن بدون سابق إصرار وترصد لو سطعنا القول ولكن هذا المؤتمر هو ضروري جدا ضروري أن يكون هناك تبادل الخبرات والتجارب توحيد الجهود الاستفادة من تجربنا بعضنا البعض مع مراعاة خصوصية كل الوطن ونحن نجحنا بأقدار متفاوتة من بلد إلى آخر في هذا الحرك الشعبي وفي التغيير وفي إرساء مؤسسات الديمقراطية وكتابة الدستور وصنع بداء الاقتصادية وسياسية وتدربة تنشئة الشعب على هذه الحياة السياسية الجديدة التشاركية الديمقراطية يعني هذا كله جديد وهذه التجربة الناشئة الغذة التي بدأت في تونس كما قلت وانتشرت في المناطق أخرى من العالم العربي تحتاج إلى وقف التأمل تحتاج إلى إثراء تحتاج إلى تقييم تحتاج إلى أن نتوقف ونرى ماذا يمكن ماذا ينقصها كيف يمكن أن نحقق أكثر سبل النجاح ما هي الأخطاء التي يمكن أن نفيد بها المناطق الأخرى حتى لا تكرر نفس الإخفاقات وحتى لا تعيشها نفس الأخطاء التي عشناها مثلا في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في اليمن حتى نجنبهم نفس الأخطاء إذن هذا المؤتمر كان موجود فيه عدد من السياسيين من المفكرين من الخبراء من الناس اللي كانوا على السلطة في وقت دقيق جدا الناس نظلوا ضد الاستبداد عقود عديدة واليوم يتسنى لهم أن إبداء الرأي والمبادرة والتفكير في مستقبل أفصل للعالم العربي وللمنطقة ككل وبالتالي كل هذه الجهود الموجودة وكل هذه الطاقات الموجودة في العالم العربي جميل جدا أن تجتمع تحت مظلة واحدة لترسم أهداف واحدة ونوحد الجهود وحتى تتسعى رقعة هذا الحلم من قطر ما أو بلد ما أو رقعة جغرافية ما إلى كافة أرجاء العالم العربي ونحن نرى أنه يمكن ليس صحيح أن نقول أننا نصدر الثورة كما قلت لأن كل شعب له خصوصيته وكل بلد لها خصوصيتها وميكانيزمات التغيرات الموجودة فيها ولكن هذا التضامن والتآذر بين مختلف أقطارنا العربية التي لم نستطع في وقت ما خلق وحدة عربية سياسية على نظير ما هو موجود في أوروبا مثلا أو في الاتحاد الإفريقي مثلا ليس لنا أي شكل من أشكال التنظم العربي إلا في مؤسسة قد شاخت وهرمت ولم تعد ذات جدوى وهي الجامعة العربية التي لم تعد تمثل تطلعات الشعوب العربية الآن فحان الوقت أن يكون لنا ويعاء يجمعنا وإطار ومتنفس نلتقي فيه لنقيم لنفكر لنستشرف مستقبل أفضل للمنطقة العربية إذن دكتور برايك هل ما تحدثت بالدكتورة حان الوقت لهذا الوعاء أن مخرجات الحوار أو المؤتمر عفوا يعني جاءت لحجم الأهداف والأحلام التي أعلن عنها المطلوب لاستدراك حالة التردي الحاصلة في المنطقة سواء التردي السابق لثورات الربيع العربي أو حالة الانتكاسة التي منيت بها ثورات الربيع العربي موضوع كبير وعميق وصعب ويحتاج وقت طويل لكن هذا الوقت لا يمكن أن يكون في هذا الاستدراك لا يمكن أن يكون في خطوة واحدة ولا يكون تراكمي وبالتالي مثل هذه الخطوة هي خطوة على الطريق ربما تكون هامة ربما تهيئ لخطوة أكثر أهمية وربما تحتاج إلى تعديلات لكنها خطوة على الطريق ونعتبر أن أي خطوة على الطريق مهمة النظرة الاستدراكية نرضى مهم أن يشارك فيها كل الطوائف والفئات والأفكار والعقول وربما نحتاج فيها إلى محاضر متنوعة ليست من نوع واحد نعم كيف يعني ممكن مسارات متعددة يعني مسارات لها بعضها لها بعد سياسي مسارات لها بعد اجتماعي مسارات لها مؤدلجة مسارات غير مؤدلجة لكن ينبغي أن يحصل تفاعلات كثيرة على مستويات كثيرة حتى تتراكم مع بعضها وتنتج إنتاجات مشتركة نعم إذن دكتورة بالتأكيد هناك من يتساءل عن أبرز مخرجات هذا المؤتمر هذا المؤتمر يجب أن يطرح بدائل يعني في لحظة تاريخية فارقة نزلنا إلى الشوارع وقمنا بثورة ورحل النظام وتغير بشكل من الأشكال بشكل ديمقراطي وبعض يعني المواطن ينتظر مننا البدائل البدائل الاقتصادية البدائل الاجتماعية البدائل السياسية ومهم جداً يعني في لحظة ما بعد الثورة لم يكن هناك الوقت الكافي لرسم استراتيجيات وبرامج وتغيير جذري لهذه المجتمعات فبقينا مثلاً أمام منوال تنمية قديم وبقينا ننفذ مخططات اقتصادية وتنموية قديمة إذن حان الوقت لمراجعة كل هذا وتقديم البدائل على كل المستويات بدائل في مستوى التعليم والتربية والتكنولوجيا وتحرير المبادرة اقتصادياً مهم جداً الديمقراطية التشاركية المحلية اللامركزية ضرب هذه المركزية التي كانت تعيق التنمية في المناطق الداخلية وأن يعمل خير على كافة البلاد وتكون هناك انتخابات بلدية تمكن من ديمقراطية محلية تشاركية تكون مفيدة جداً على مستوى الإعلام يعني نحن كنا أمام إعلام لا يخدموا إلا النظام القائم ولا يتكلموا باسم الشعب ولا يضعوا الإصبع على المشاكل الحقيقية لهذه الشعوب كان في خدمة الحاكم يزوقوا ويطبلوا ويصفقوا ويهللوا للسلطان اليوم أصبح لنا نريد نتمنى أن يكون لنا إعلام بديل إعلام يعري الواقع يشخص ينتقد الحكام لو أخطأوا يعني حتى يشعر المواطن فعلاً أن له إعلام يمثله أن له إعلام يقف إلى جنيبه ناطق باسمه يعني إعلام يترجم نبضى الشارع ونبضى المواطن ولا يكون في خدمة الحكام هذه كلها مفقودة الآن يعني في العالم العربي وتحتاج إلى أن نفكر في بدائل بدائل أيضاً يعني الشعب الذي قام بتغييرات جوهرية سياسية يحتاج منه أن يرى أثار ذلك في حياته اليومية في قوته اليومي في المقدرة الشرائية في تحسين مستوى العيش في تخفيض نسبة البطالة في خلق موارد رزق جديدة في فتح المبادرة ويعني ضرب هذه النفسيات المهزومة عند المواطنين التي لم يكن لهم الحق في المشاركة في تقرير مصيرهم المشاركة في التفكير في مستقبل أفضل اليوم أصبح هذا ممكن بفعل التغيرات في المنطقة أصبح المواطن ليس فقط بمثابة في حالة كراء لوطنه أصبح يملك وطنه من جديد استعاد هذا الوطن من جديد وبالتالي فهو في مرحلة إعادة ترتيب هذا البيت بيت يريق به بيت يكون فيه حد أدنى من مستوى العيش الكريم لأن كما تعلمون أنه كانت هناك فئات متنفذة حاكمة لا تقدم إلا مصالحها وكنا أمام شعب مفقر شعب مجهل شعب يعني لا يمثل أولويات لا في الميزانيات ولا في الاستراتيجيات ولا في مشاريع واستراتيجيات المتنفذين في الحكم اليوم عوض أن نكون أمام شعب في خدمة الحاكم يجب أن تكون لنا حكومات في خدمة الشعب ويجب أن تكون لنا برامج يعني يكون فيها المواطن العربي هو المحور وهو الفاعل وليس هو فقط أداة طيعة لخدمة مصالح الحكام نعم إذن أستاذ عماد يعني في ظل تنامي الثورات المضادة في ظل يعني ربما خفوت الأمل في كثير من الدول التي قامت فيها الثورات بفعل العنف والدم وما يحدث فيها ربما جاءت ثورة الجزائر والسودان الآن لتحيي بعض الأمل برأيك ما هي الأولويات التي يجب العمل عليها حتى يعني يتم مكافحة هذه الثورات المضادة وأيضا إعادة بعض الأمل من جديد الحراك اللي حصل في الجزائر والآن يعني مستمر حراك أصبح متطور عن الحراك السابق له ويتسم بشيء من التعقل والعمق السياسي الأمر هذا ربما يستمر لفترة طويلة ربما الضغوط تدفعه إلى أن يتجه إلى اتجاهة أكثر حرجا لكن في الحقيقة إلى الآن السمات سمات إيجابية الإشكالية كبرى في الثورات في مرحلتها الأولى وفي كل مرحلة من مراحلها المتوقعة هي قدرة النخب على قيادة الحراك الشعبي لأن الشعوب تتحرك لكنها لا تستطيع أن تقود المراحل تستحرك فتصنع فراغات في قمة الهرم الفراغات هذه يعبئها النخب المجتمعية بكفة فئاتها وتنوعها وتقود الجموع المتظاهرة والرافضة والصاخطة تقودها إلى صناعة المعاني الإيجابية التي كنم عنها الدكتورة والمعاني الإيجابية هذه ليست سهلة لأنها معقدة جدا مرتبطة بمؤثرات ليست محلية فحسب مرتبطة بمؤثرات في عمق المجتمع ومؤثرات في المنظومة السياسية للدولة متأثرة بمعادلات التدافع والمصالح السياسية مع الدول الإقليمية والدول الكبرى التداخل أصبح اليوم كبير والمسائل الصغيرة تبدو صغيرة لكن خيوطها معقدة جدا الذي يستطيع أن يتعامل مع التعقيدات هذه هي الفئة النخبوية في المجتمع النخبة العربية نخبة ضعيفة للأسف الشديد ولم تثبت على من يعول إذا كانت النخبة ضعيفة وبعضها أيضا مالت مع السلطان الجائر وجهلت مارست التجهيل ضد هذا صحيح لكن هو زي ما ذكرنا في البداية أن حالة الاستدراك حالة راكمية لا يمكن أن يكون استدراك مفاجئ وأنا أعتبر أن حالة الانفتاح العالمي في منظومة العولمة وشبكتها الحادة والقوية جدا في التواصل تحدث في جوانب سلبية في مجتمعاتنا بكل تأكيد لكنها في الوجه الآخرية تحدث في حالة من الاستدراك الاستدراك على مستوى النخب بتواصلها مع النخب المجتمعية الأخرى هذا جانب الجانب الثاني أن الدروس قاسية نحن لما نتكلم على ملايين المشردين وعلى عشرات الألاف من القتلى هذه دروس قاسية الدروس القاسية تنتج انتاجات حادة انتاجات هذه بعضها إيجابي وبعضها سلبي ربما الجانب الإيجابي فيها أن النخب من طرقات التي تترقاها بسبب ضعف أدائها وإخفاقها السابق تستدرك على نفسها كمجموعة كاستدراك جمعي ليس استدراك فردي لكن كمجموعة يعني كشريحة في المجتمع تستدرك على نفسها وتعمل على أن تحسن أدائها هذا ما يكونش على مستوى مجتوى واحد لأننا في مساحات عالمنا العربي التدخلات كبيرة والاقتباسات مستمرة وخاصة في الوقت الحالي الذي أصبحت الوسائل فيه وسائل مفتوحة وبالتالي تلقي التجارب بعض المجتمعات من بعض تلقي سريع جدا والتجربة في ليبيا تأثر على طول في الجزائر تؤثر تجربة مصر على طول في سوريا وهكذا التدخل هذا هو من التدخلات الهامة التي ينبغي أن نعول عليها في ارتفاع بالمستوى العام للنخب موضوع النخب موضوع مركزي جدا مركزي جدا ولذلك لازم تكون عندنا محظم المحظم المؤتمر هذا اللي حضرناه محظم نخبوي وفيه نخبة عالية جيدة جدا أنا شفت تنوع في النخبة في اتجاهات فكرية وتصورات وانتماءات سياسية مختلفة وإيديولوجية كذلك وهذا ميزة كبيرة لأن المجتمعات لا تقودها فئة واحدة المجتمعات تقودها طبقة النخبة بتعددها الثقافي والإيديولوجي والفئوي وغيرها وبعدين هذه الطبقة تتفاهم فيما بينها في إيجاد مساحات التشارك في قيادة هذه المجتمعات نحن فشلنا في السابق لأن مهمة إيجاد مساحات المشاركة بين طبقة النخبة تصنع فيها السلطات المهيمة والسلطات تنحو منحة إخصاء يعني هي فقط تقود المجتمعات بشكل قصري اليوم المجتمعات يراد لها أن تقودها نخبة متنوعة من شرائح المجتمع المتميزة القادية على القيادة لا بد أن تصنع لأنفسها لنفسها أطر مشتركة أوعية مشتركة تستطيع أن تتفاعل من خلالها لتحقيق حالة القيادة بشكل أكثر نبجا وإيجابية طبعا هذه خطوة من الخطوات نعم دكتور ما رأيك عند هذه النقطة مسألة يعني إيجاد أطر مشتركة للنخب حتى تستطيع أن تستوعب الحالة المناط بها نعم هي النخبة أيضا أنواع يعني في الدول اللي كانت محكومة بالاستبداد وبالنار والحديد النخبة جزء منها كانت في السجون جزء منها كان في المنافي جزء منها كان متواجد ولكن لحول له ولا قوة لأنه محروم من التعبير عن ذاته وعن رأيه ليست له القدر الكافية على الانتقاد الواقع وعلى الدعوة إلى التغيير هذه النخب في جزء كبير منها ولوقت طويل كانت نخب صامتة منها من كان يزكي النظام حفاظا على قوت يومه وعلى بقائه ومنهم من كان يعارض ولكن يدفع الثمن غاليا يعني فيهم من يدفع الثمن من الحرمان من الوظيفة من المشاكل التي كانت تصير له ولأهله كما قلت العديد منهم اختاروا للهجرة هي هجرة اختيارية ولكن قصرا هروبا من الدكتاتوريات وبالتالي كانت هذه النخبة تعيش في ضيق يعني سواء كان في الداخل أو في الخارج العديد منها وجد متنفس في الخارج وتنظم في الخارج وعاد إلى بلده بعد المتنفس هذه والنافذة أو الأبواب التي فتحت ولكن النخبة الآن أيضا تعيد ترتيب أنفسها وتعيد بعد حالة عدم القدرة على المشاركة السياسية أصبح لها اليوم دور في المشاركة فمسؤوليتها متضاعفة لأنها مهما كان يعني أنه خب هي التي ترسم يعني تقترح سياسات هي التي تواجه الشعوب هي التي تفكر تنظر وصحيح بقدر ما نحتاج إلى السواعد وإلى الشباب وإلى الإرادة وإلى الجرأة والشجاعة والثورية بقدر ما نحتاج أيضا إلى عقول رسينة تفكر في هدوء وترسم سياسات واستراتيجيات وتعطينا البدائل يعني نحتاج إلى العقل المفكر أكيد أنه عملية التشبيك عملية التفاعل بين مختلف الدول العربية الطامحة إلى تحقيق نفس الأهداف والتي لها نفس الحلم وعاشت تقريبا بتفاوت وأقدار من قطر إلى آخر عاشت نفس الضيق السياسي والمضايقات والقمع اللي كان موجود يعني في داخل الأوطان الآن المسئولية تضاعفت أمام الهامش من حرية التعبير الذي أصبح موجود يعني في العالم العربي وحتى وإن كانت الحكام الآن تسد أبواب الحريات في بعض الأوطان فإن وسائل التواصل الاجتماعي هذه الجديدة كسرت القيود وأصبحت الكلمة ليس لها خدود جغرافية الكلمة قادرة أن تنتشر بسرعة سهولة التنظم سهولة التواصل سهولة التعبير الصورة الآن يعني صورة مثلا التعذيب صورة المشاكل من وطن إلى آخر يمكن أن تصل بسرعة البرق يعني في كل أسقاع الدنيا وبالتالي الحكام اليوم لم تعد لهم القدرة التي كانت عندهم في العشريات السنوات الفارطة للجام الأفواه ولكسر الأقلام الحرة يعني هذه مسائل سيتجوازها الزمن بالضرورة فإذا النخبة أمام هامش الحريات الموجود عليها أكيد أيضا أن تتنظم وأن تلتقي وأن توحد الجهود لأن كلما كنا أكثر وكلما التقينا في حاضنة تجمع المفكرين من أقطار مختلفة كلما كانت النتائج أفضل باعتبار تبادل الخبرات تبادل التجارب باعتبار هذا التشبيك الموجود بين مختلف الفعاليات وأيضا لما نتحدث على النخبة لا يجب أن ننسى أهمية المجتمع المدني يعني أيضا المجتمع المدني كان من قبل هو بتمويل من الحكام وكان أيضا في خدمة السلطان والحكام اليوم أصبح لنا مجتمع مدني راقي حقيقة أصبح لنا مجتمع مدني هو سلطة أخرى داخل الأوتان مجتمع مدني قادر على أن يغير في بعض الأحيان وأن يكون فاعل حيث حتى لا يقدر الحاكم على الفعل يعني أصبح له هامش كبير من مناطق النفوذ والفعل والمجتمعات الناجحة هي التي ينقلب فيها الهرم يعني الهرم عوضة أن تكون القمة للحكام يعني يصبح الهرم مقلوب وتصبح القاعدة الكبرى القاعدة الفاعلة هي قاعدة المجتمع المدني اللي هو يمكن أن يكون له دور كبير أيضا في عملية التغيير ويكون قوة اقتراح وقوة مراقبة وقوة أيضا مسائرة لكل ما يمكن أن يحدث في البدن العربي نعم الأستاذ أعمد يعني مثل هذه التجمعات وهذه المؤتمرات التي ربما دول العربي العربي أرادت أن لا تخبو هذه الجذوة وأن تستمر في نضالها بكل الطرق الممكنة هل تعتقد أن يعني العوامل الخارجية المحيطة الدول الكبرى الإقليمية هل ستتيح الفرصة للاستمرارية ما مدى تأثير كل ذلك على هذه المجهودات الحراك الشعبوي أو الشعبي حراك لا يمكن التحكم فيه يعني كبتا أو إطلاقا ولكن مهم جدا في المكونات ذات المصالح السياسية سوى كبرى أو حتى صغرى مهم جدا أن تصل إلى نتائج في هذا الحراك نتائج حقق مصالحها الحقيقة التفاعل بين القوى المختلفة هو تفاعل مصالح تفاعل مصالح يقتضي احترام القوى بقدر قوتها ولا يمكن إهمال القوى ذات القيمة بحجة أن والله لا أحب تدخلها هناك إرادة وطنية لازم تنشأ بشكل جمعي تمنع التدخلات بقدر الإمكان لكن هذا أصبح ضيق في الوقت الحالي في هذا الزمن وأصبح التدخلات حادة وخاصة في المراحل العقدين الأخيرين يعني بعد تشكل نظريات فيها فيها انسياح عالمي كبير وفيها نظريات منظومات تشتغل بعمق في المجتمعات وفي الدول فأصبح الوقوف أمامها شبه مستحيل لكن التكيف حيالها وإيجاد المساحة المشتركة ولضم المصالح بين القوى المؤثرة بعضها على بعض يعني هذه مسائل دقيقة وصعبة في الحقيقة لكن لماذا نقول نحن النخبة هي المشكلة لهذه المعاني؟ النخبة ليست فئة واحدة من طراز واحد لكن فيها ما هو نخبة فكرية فيها نخبة سياسية فيها نخبة اجتماعية فيها نخبة فئوية يعني الشباب اليوم لا يستهان بقياداتهم الميدانية قيادات عالية المستوى والتأثير وبالتالي إيجاد مساحات مشتركة لبلورة توجهات بين هذه النخبة معاً يعني مشتركة ومشتركة المسألة هذه هامة لكن هي نبغي أن يكون يحاطتهم بالمتغيرات كبيرة ويحاطتهم بالمؤثرات كبيرة وعميقة هذه المؤثرات نعم ليست سطحية بالضبط هذا ما أريد أن أقوله يعني هناك دول نعلم تماماً ما الذي قامت به لإفشال الثورات سواء في سوريا في اليمن في ليبيا يعني كان هناك تدخل واضح لمسار الثورة وجرها على غير المسار التي أرادت لها كيف يمكن التعامل مع كل هذه التعامل ليس سهلاً لكنه حتمي التعامل ضروري بعض التعامل لابد أن يكون بالوقوف بقدر الإمكان لصد هذا التدخل مع مكلة في الثمن وبعض التعامل يكون للتخفيف وبعض التعامل للتماهي المسائل هنا بقدر طبيعة التدخل والإفساد والإنجاح في والإفساد والإنجاح في نتائج الثورات لكن في مسائل في مسألة مهمة وهي أن الحراك الشعبي هو أكبر من التدخلات ويبقى دائماً أكبر شيء أكبر مؤثر في عوامل التأثير والتغيير في التاريخ البشري هو الحراك الشعبي هي الثورات تتفقين مع ذلك دكتورة سيار؟ يعني أكيد أنه ومش سهل في واقع متغير أن الدولة العميقة يقع يعني ولو تقع تغيرات داخل الأوطان لننسى أن هناك دولة عميقة متغلغلة في كل مفاصل الدولة يعني يلزم فترة كبيرة حتى مثلاً يقع تطهير الإدارة من لبيات الفساد حتى يقع أنه يصبح عندنا قضاء فعلاً نزيه ومحايد أنه يصبح عندنا إعلام فاعل ومحايد أنه يصبح عندنا أمن أكثر احتراماً لحقوق الإنسان يعني التغيرات هذه تأخذ وقت كبير وإذا كانت هناك قوى جذب وشد إلى الوراء يعني من نعبر عليه دائماً في الثورة المضادة يعني لو كانت فيه هناك قوى جذب إلى الوراء في الداخل وفي الخارج هذا يعقد المسألة ويجعل وقت التغيير يحتاج إلى أكثر وقت وإلا أكثر جهد وإلى معارك عديدة يعني قد نربح البعض منها وقد نخسر البعض منها لا يمكن أن نقول اليوم مثلاً أن الثورة المضادة والقوى الرجعية قد انتصرت في بلداننا برغم أنه مازال كثير لم يتحقق في بعض الدول التي طمحت إلى التغيير لأنه فيها أشياء لا يمكن أن نرجع فيها إلى الوراء يعني اليوم أن الشعب يتنظم أنه يخرج أنه يعبر على نفسه أن يعارض هذا كله لا يمكن يعني كسرنا قيد الخوف هذه من حاجة أولى يعني كأن الشعب قال لا خوف بعد اليوم يعني الشعب وصل إلى درجة من الجرأة ومن الشجاعة مثلاً وهذا مكسب البلدان التي نجحنا فيها في إرساء شيء ما من الحريات لا يمكن مثلاً المساس في تونس اليوم بالحريات الشخصية بحرية التعبير بحرية التنظم بالتداول السلمي على السلطة هذه كلها مكتسبات يعني حتى ولو حاولت الثورة المضادة المساس منها لم تعد قادرة بنفس القدرة التي كانت لديها من قبل المسألة الأخرى هي أكيد أنه فيها قوى خارجية لا تريد لهذه البلدان أن تنجحوا أن تتنظموا أن تتحدوا لأنها ستصبحوا أقوى وكلما أصبحت أقوى كلما استعادت هذه الدول أكثر السيادة الوطنية السيادة على ثرواتها السيادة على أراضيها السيادة على أموالها وهذا يضر بمصالح العديد من الدول التي تريد أن تبقي على شيء من الهيمنة وعلى شيء من الاستعمار الثقافي والاستعمار الاقتصادي داخل هذه الدول لذلك نرى أنه فيه يعني رغبة من جديد في يعني الثورات لنقول صراحة أن هذه الثورات لم تلقى دعما كبير من الخارج يعني الثورات احنا بعدما قامت الثورات نعم بلاكس موجهت بمحاربة نعم وقع مكاسب سياسية ولكن المكاسب الاقتصادية اللي هي مطلبية ملحة مثلا وقعت إعاقات فيها كبيرة يعني هذه الشعوب محتاجة إلى أن تتداين وتقترض أكثر لتحقيق بعض المطالب الملحة للشعوب التي انتفضت ولكنها لم ترى بعض الثورات شيئا ما من تغير مستواها المعيشي يعني وهذا كما قلت يعمل تعمل بعض القواء الخارجية على أخفاق الثورات خاصة من جانب الاقتصادي لأنه يوصل الشعب في بعض يعني الأوقات أن يقولك نحن كنا ما قبل الثورة أفضل لأنه على الأقل كان فيه استقرار اقتصادي لكن الآن يعني فيه انتكاسة اقتصادية وهذا كما قلت يعني لأمر ندبر بليل من قواء لا تريد لهذه الشعوب أن تسترجع سيادتها من جديد يعني نحن للأسف نكون قد انتصرنا ربما على ديكتاتورياتنا المحلية الموجودة في أوطاننا ولكن فيه ديكتاتوريات المال وديكتاتوريات البنك الدولي وديكتاتوريات الشعوب والقواء العظمى التي مازالت تقتسم أوطاننا كالكعكة وتقتسمها يعني كمكسب وكملكية شخصية لها ما زالت هذه المعضلة يعني بعد المعركة التحرير الداخلي نحن نحتاج إلى تحرير أوطاننا من هذه الهيمنة الخارجية ومن هذه التباعية الاقتصادية والثقافية لأوطاننا وهي معركة أخرى يجب أن نكون فيها أقوى للانتصار ولذلك لا يجب أن ندخل متفرقين هذه المعارك تحتاج أن ندخلها مجتمعين متحدين عند هذه النقطة سمحيلي دكتورة أنا أسألك أستاذ عماد يعني المؤتمر طالب بتشكيل اتحاد الشعوب العربية يعني كما تفضلت الدكتورة بأنه لا يجب أن نظر متفرقين يجب أن نتحد ونعلم أن ربما لكل دولة ميزاتها وخصوصياتها التي تستطيع أن تساعد الدولة العربية الأخرى وتكتمل المسألة لديهم برأيك يعني هناك من وجد أن مثل هذا المطلب لم يكن واقعيا في ظل الظروف الحالية وأن المخرجات ربما كتبت بلغة حالي ما أكثر من أنها لغة واقعية ما رأيك؟ الاتحاد العربي مثل ما يقال الموروظ فيه تاريخ فيه تاريخ سلبي ولذلك ينعكس على النفسية العامة بالإحباط والشعور بالفشل لأن كل المحاولات كانت محاولات غير ناجحة لكن إذا ما نظرنا إلى طبيعة المحاولات طبيعة كانت عوامل الفشل أصلا في منطلقاتها الاتحادات الكبيرة على مستوى شعوب لا تتكون بإرادة فوقية سياسية ولكن تتكون بإرادة عامة شعبوية شعبية هذه الإرادة تقتضيها المصالح المشتركة وتقتضيها الحاجات المجتمعية المشتركة ثم تخدمها السياسة في تحقيق أدواتها وسائلها ومشاريعها الشعوب في السابق كانت مغيبة فترة طويلة عن بعضها البعض وكانت الحواجز ثخينة بين الشعوب ولكن العواطف الكبيرة بين شعوب المنطقة هي عواطف موحدة في الحقيقة أثبتتها حالة الثورات الربيع العربي ما أن تنشأ في بلد إلا وترد عليه بلد آخر بنفس المستوى اليوم حالة العزلة يراد لها أن تنشأ من جديد بين الدول حتى لا تقترب بعضها من بعض بإدخالها في حالة من الانتكاسات الاقتصادية والجوع والتيه والتعب وحتى يعني لا يلتفت المعاني هذه لكن بعد شوية ثورات متجددة لا يمكن أن الثورة تكون في موجة واحدة هذا التاريخ يحدثنا بذلك ما فيش ثورة موجة واحدة الثورة تأتي بموجات لكن الموجات لها عمق من عمق موجة الربيع العربي عمقها أن الشعب شعب واحد هذه حقيقة بعد شوية الألام التي نحن الآن نشعر بها من خلال مشاهدتنا لنشرات الأخبار في دول مختلفة بعد شوية تصبح ألام مشتركة حقيقة ويصبح الشعور بأن الاحتياج أصبح احتياج واحد على مستوى الضمير الاجتماعي العام وليس على مستوى الإرادة السياسية الهشة في الحقيقة المرتبطة بمصالح الأفراد القيادات الزعمات السياسية كما كانت السابق عندها ممكن تبدأ تنشأ أشكال هذا اللي حصل في أوروبا مثلا أوروبا بدأوا يشعروا أن لابد أن تتحد أوروبا حتى تتحقق المصالح العامة للمجموعة الشعوب الأوروبية فلما بدأوا يستشعروا هذه المسألة وأنزلوا استفتاءات كأنها دول ديمقراطية حقيقية لما أنزلوا الاستفتاءات أغلب الدول الأوروبية إلا شيء لا يذكر يعني اختارت أن تكون متحدة لما بدأت تهتز المصالح المشتركة بدأت تشعر بعض الدول بأن هي الدول أخرى عالى عليها ولم تستطع أن هي وبدأت الشعوب تتعب من جراء هذا بدأت تصويتات تأتي بختلفة شفت بريطانيا مثلا نموذج ولذلك هي حالة شعبوية في الحقيقة أكثر من إنها قرار سياسي إذن برأيك دكتور في سؤال أخير كيف تنظر للمستقبل المستقبل يعني مجرد الهبة هذه هي دليل حراك حقيقي يعني صحوة جسد ميت وهذه الهبة ينبغي أن لا ننظر إليها أن لا يمكن لمريض أن يقف فجأة لكن مجرد أنه يتحرك فهي خطوة كبيرة جدا يعني ليست سهلة هو خرج من حالة السبات وبالتالي نحن ننظر إلى اللحظة التاريخية أنها هي لحظة هي خطوة على الطريق ونتذكر يعني الثورة الفرنسية استخرقت أكثر من ثمانين عام أكثر من ثمانين عام وانتكست ثلاث مرات ممكن أربع مرات تكونت الجمهورية ثلاث مرات ورجعت انتكست هذا الانتكاس وراه الحقيقة يعني لو نظرنا الثورة الفرنسية تأسس لها قواعد فلسفية وفكرية كبيرة صحيح ليس زينا الثورات الربيع العربي هي غضبة أكثر منها أكثر منها ثورة متكاملة لكن ستكتمل ستكتمل بمثل هذه اللقاءات التجارب نتائجها لأن كل المثل يقول اللي ما تكسم الظاهر تقويه فنفس الشيء الضربات الكبيرة والتي تحدثنا عنها لابد أن تأتي بنتائج فيها إيجابية في إنضاج الحالة الفكرية والفلسفية والتنفيذية العملية للثورات لكن هذا المسار لن يكون قصير المدى يحتاج إلى إلى نفس أيضا بس خلينا نتذكر أن الزمن أيام الثورة الفرنسية مختلف عن الزمن الزمن بقيء نحن الآن في عفر السرعة نعم اليوم الزمن سريع مختلف صحيح وسريع جدا نعم إذن دكتورة بالنسبة لك أنت كيف تنظرين إلى المستقبل يعني المستقبل بالطبع هو مستقبل واعد لأن إرادة الشعوب لا تقهر ولأنه الآن كما قلت الشعب يريد كانت هو شعار الثورة وإذا أراد الشعب فلابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر يعني فأنا متفائلة جدا المشكلة الوحيد هو أنه يعني الثورة السياسية والمكتسبات السياسية يجب بالطبع أن تتزامن مع ثورة اقتصادية ولكن هذا هو المشكلة الأساسي يعني أن ينعم الفرد بالحرية وبخريط التعبير وأن يقدر على اختيار من يسوسه ومن يحكمه عبر سندق الاقتراع والديمقراطية الحقيقية وعبر التداول السلمي على السلطة هذا كله جيد ولكن ينتظر مننا الشعب تحسين مستوى العيش وتحسين مقدرته الشرائية وأن يكون هناك حد أدنى من الكرامة التي تتحقق بالخروج من الفقر وبالخروج من البطالة وبالتالي المشوار مازال طويلا حتى نرى أن الشعوب التي تحررت هي تحررت فعلا سياسيا واقتصاديا يعني لأننا نأسف أن المشوار مازال أطول على الشعوب التي مازالت في حالة احتقان وتحارب وتقاتل وحالة تمزق لأشلاء وطنها كما هو موجود الآن في سوريا وموجود في اليمن يعني عليهم المعركة مازالت أكبر والوقت ربما مازال أطول وشراسة الوضع في هذه البلدان بحكم أن المتنفذين والدولة العميقة لا تريد أن تتخلى على مصالحها ومكتسباتها بسهولة لصالح الوطن ولصالح تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الفرد والوطن قبل كل شيء يعني مازال نحتاج إلى وقت حتى يفهموا أن عليهم أن يرحلوا لأن الشعب أراد ذلك وأن نصنع بدائل حقيقية حتى نحقق حلم الشعوب الطامحة في شيء ما من الكرامة والكرامة لا يمكن أن تتحقق في ظل الفقر والخصاصة وهذا هام جدا أيضا صحيح إذن نسعيدون جدا بوجودكما معا دكتورة سيهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة في حكومة ما بعد الثورة كنت معنا في هذه الحلقة من مسألة يمني وكذلك أنت دكتور عماد البناني عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الليبي شكرا لكم مرة شكرا لكم أخرى شكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مسائل من جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة